يا مساء الخير وإهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة بتبدأ معكم تحياتي بداية لجمهور النادي الأهلي في بداية الحلقة وزي ما تعودنا يعني النهاردة بصراحة بالنسبة لي صفحة السوبر قصة وانتهت وزي ما مع الأهلي وإحنا فرحانين بنحتفل 24 ساعة ومن الحقش بنقفل الصفحة ونبص على البطولة اللي بعدها هيبقى نفس السيناريو كمان مع بطولة السوبر لكن أنا يمكن اتكلمت مبارح مع كابتل فاتح نصير قندفي هنا في السادسة وكان مش همي فكرة الكلام على السوبر بقدما همي أنه الموسم أو الفترة اللي جاية بالموسم عند الأهلي كم كبير جداً من الارتباطات وأغلبها دولي تلعب في ثلاث بطولات دولي أبطال وهتلعب في بطولة السوبر ليج أو الأفرو ليج وهتلعب في الكاس العالمة عندها فترة الثلاث شهور اللي جايين دول فترة فيها ضغط جديد جداً فيها منافسة هي الأقوى وهي الأعنف على مستوى الموسم يعني باستثناء باستثناء المراحل الأخيرة إن شاء الله إذا بقدر للأهلي أن يوصل لنهائي دوري الأبطال فأنت الملحمة كلها في الثلاث شهور اللي جايين أصعب المنافسين وأقوى المنافسين أصعب المباريات أكتر عدد من المباريات الخارجية هتلعبها في الثلاث شهور اللي جايين دولي كان هدفي إنه الحالة اللي ظهرنا عليها ما تتكرارش تاني أنا بتهيألي إنه وأعتقد يعني إنه الغالبية العظمى من حضراتكم هتتفقوا معي إنه أهم بطولات هيخدها النادي الأهلي السنة دي على مستوى المنافسة على مستوى المنافسة وعلى مستوى الصعوبة هتكون بطولة كهس العالم للأندية اللي طموحاتنا فيها كجماهير بالتأكيد كبيرة جداً عندنا أمل كبير جداً في النسخة دي إن إحنا نروح لأبعد ما يكون وعندنا بطولة السوبر ليج اللي فيها التمانية الكبار في أفريقيا وكلهم عندهم الطموح المشروع إنه هم ينفسوا على لقب البطول وكلهم طمعنين إنه هم يتواجهوا بأول لقب في تاريخ الأفروليج وبالتالي بتتكلم على فترة صعبة جداً محتاجين نركز فيها كجمهور مع فرقتنا ما عنديش شك إنه اللي حصل سواء كان تأثير سواء كان استهدار سواء كان بعد عن المستوى سواء كان بداية فترة موسم افتقاد للأقل البدنية والأقل الفنية أنا بيتهيق لي إنه ده شغل مرسل كولر مش شغلنا كجمهور شغل الإدارة إنها تعرف وتتكلم مع المسؤولين إنه ده إزاي ما يكررش تاني لكن إحنا كجمهور أنا بس مش عايزة أدخل في مطحنة السوشال ميديا والكلام اللي حصل عليها لأنه أنا فاهم إلا من رحم يا ربي يعني فيه ناس بالتأكيد طبعاً بتتكلم وبتشتغل على السوشال ميديا حباً في الأهلي وإخلاصاً للنادي الأهلي لكن معادة ذلك تبقى من السزاجة لو أعتقدت إن كل من يتكلم أو كل من يتحدث عن الأهلي أو كل من يتحدث بإسم النادي الأهلي هو عشق ومحب للنادي الأهلي المصلحة ابحث عن المصلحة وفي النهاية ما يهمنيش أنا السوشال ميديا بالنسبة لي بقيس منها أكتر ما بعرف منها أخبار بقيس منها ردود أفعال جمهور نادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي الحقيقي اللي أنا براهن عليه واللي أنا بقول حقيقي حقيقي يقيناً واقتناعاً مني بالدور العظيم اللي قام به جمالي النادي الأهلي عشان توصل أو يوصل الأهلي للمرحلة اللي هو فيها النهاردة دي هو بالتأكيد اللعب رقم واحد والرهان عليه في اللي جاي انا على بعد 48 ساعة من بداية مشوار بطولة جديد حفاظا على لقب النادي الأهلي في بطولة الدوري يهمنا ان احنا نركز عليه بشكل كبير جدا ويهمنا نستعد ليه بشكل كبير جدا وخصوصا انه مطشاط الدوري ومطشاط الدور التمهيدي وان كنت طبعا أسستي طبعا أبطال أفريقيا النهاردة شفنا بيرمز بتعادل فيوتشر بيخسر فيه في الأمور أمور وما بقاش فيه في أفريقيا مباراة سهلة ومباراة صعبة انا اعتقد فيوتشر كان بيلعب البطل اعتقد غينيا أو حاجة كده وبيرمز بيلعب بطل رواندا الجيش رواندي اعتقد يعني ما هياش فرق مصنفة قوي ورغم كده فيه تعصر فمهم جدا جدا نركز فيه اللي جاي الفترة ما يكملوه الشهر حتى ما بيكملوه الشهر مباراة مباراة الأهلي في الدوري مباراة الأهلي فيه عندنا مباراة مهمة جدا 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 قبل نهاي كاس مع أمبي يوم 4 أكتوبر عندنا مطشين ذهبوا عودة في دول 32 في دوري أبطال أفريقيا فما فيش كلام وما فيش وقت هنعب سان جورج طبعا إثيوبي ما فيش وقت ان احنا نقلف في اللي فات الفترة اللي جاة دي هي فترة الإعداد الحقيقي على رغم من انها مهمة يعني مطش المصري مباراة صعبة ومهمة وفتتحية مشوار للفريق في الدوري سان جورج بطولة أفريقيا مطش الكاس قبل نهائي يوصلك نهائي فكلها مطشات مهمة وكلها مطشات صعبة وضيف على ده ودي وجهة نظري المتواضع جدا انها هي الإعداد الحقيقي دي مباراة الإعداد الحقيقي انك توصل فورمة قبل ما تروح لمطش سينبا فين في الأفروليت فأتمنى وواثق انه الغالباء العظمى من جماعينا دي الأهلي يمتفاهمة الكلام ده كويس جدا من قبل ما نقوله ان شاء الله بإذن الله ركز مع الفريق والنهار ده كلامنا على المشوار اللي جاي ان شاء الله في السادسة